عهد جديد في تاريخ مصر الحديث تشهد شبه جزيرة سيناء من خلال عملية تنمية شاملة وكاملة عزمت الإرادة السياسية المصرية على تحقيقها فمنذ ست سنوات بدأ العمل في أرض الفيروز التي أهملتها الحكومة المتعقبة منذ عقود لصناعة مستقبل يليق بالأرض ومواطنها بدأت من 2014 هناك خطة متكملة لتنمية وتطور سيناء تم رصد لها حوالي 20 مليار دولار كانت الخطة هدفها أن تشتغف أكثر من المحوى لو تكلمنا على ما تم تنفيذه في سيناء والخطة الموجودة تدخل سناء من 2014 حتى 2019 هنجد أن ما تم في سيناء أكثر بكثير عن ما تم خلال الفترة الزمنية من 1982 وحتى عام 2013 عملية التنمية بدأت بتنفيذ عدد من المشروعات على الأرض في مختلف القطاعات تأتي على رأسها وأكبرها مشروعات الطرق والأنفاق والتي تعد ركيزة أساسية في عملية التنمية وأهمها منظومة الأنفاق الأضخم في تاريخ مصر والتي تربط شبه الجزيرة بالدلثة ولا تؤتي ثورة الطرق ثمارها اقتصادياً إلا بالموانئ وإنشاء المناطق اللوجستية عليها لتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير كما ميناء العريش وطبعاً إنشاء المناطق الصناعية والمشروعات الزراعية ومشروعات تطوير التعليم والإسكان والرعاية الصحية سيناء ممكن اللي أثر على أن معدل التنمية فيها لم يكن معدل عالي أنه ما كانش هناك طريق توصيل بدأت الدولة المصرية تفكر فيه الأنفاق اللي ربطت شرق القناة بغرب القناة بشكل كبير جداً بنتكلم على طرق تم عملها داخل سيناء بطول 1925 كيلو متر في أربع وشيء محور طريق داخل سيناء بحيث توصل المنطقة بعضها هذه الاستثمارات فيه مشروعات متنوعة سواء استصلاح أراضي الزراعية حوالي 190 ألف فدان منطقة صناعية 63 مليون متر على مساحة 63 مليون متر مدن جديدة في مدينة سلام، مدينة شرق برسعيد، مدينة بئر العبد الجديدة، مدينة اسماعيلية الجديدة عندنا كمان جامعة لأول مرة جامعة في سيناء جامعة الملك سلمان ودي لها ثلاث فروع في شرم الشيخ والطور وشمال سيناء عملية التنمية في شبه جزيرة سيناء بدأت من العام 2014 ومن المخطط أن تنتهي عام 2022 ومن المخطط أن يصل حجم الإنفاق إلى 20 مليار دولار قابلة للزيادة تشمل عملية التنمية كل أنحاء سيناء والتي تبلغ مساحتها 60 ألف كيلو متر وتعادل 6% من مساحة مصر مشروعات الطرق تصل إجمالي أطوالها إلى أكثر من 1922 كيلو متر بإجمالي 24 طريق كما ستوفر الخطة الحالية مليوني فرصة عمل ومن المستهدف أن يتم رفع مساهمة سيناء في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% المعادلة الصعبة تحققت فالسنوات التي بدأت فيها الدولة بتنفيذ خطة التنمية الشاملة تخللتها خطة صعبة للقضاء على الإرهاب إيمانا بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية استطاعت الدولة على إثرها حصر الإرهاب والانتصار عليه لتبدأ مرحلة جديدة من عملية التنمية وهي جذب الاستثمار الأجنبي الحقيقة قواتنا المسلحة وقوات الداخلية والشروطة المصرية حققت إنجاز ضخم جدا على مدى السنوات الستة الماضية في مقومة ومحاربة ومواجهة الإرهاب والانتصار على الإرهاب وضحر هذا الإرهاب الغاشم في سيناء الغالية ففي الوقت ذاته مصر تبني بيد أخرى وتعمر وتنمي سيناء الغالية فمشروعات تنموية زي ما أشارنا شاملة ولم تشهدها أراضي أرض الفيروس سيناء من قبل فده الحقيقة أيضا مواجهة أخرى للإرهاب لأن التنمية والتعمير وأيضا هي ربما كانت الوسيلة الأخرى والمهمة في مواجهة الإرهاب سيناء الأرض الكريمة التي شهدت تضحية أبناء مصر بدمائهم حفاظا عليها حان وقت عبورها الجديد عبور تكون فيه الأرض هي الوجهة الأفضل للسكن والسياحة والاستثمار ولحياة كريمة يستحقها أبناء الأرض وعبور نحو كنز من الثروات لم يكتشف بعد يستحق أبنائه الشعور بالانتماء والفخر به فحلم سيناء الجديدة أصبح عملا دؤوبا مستمرا بلا كلل وعلى مسافة قريبة من أن يصبح حقيقة ساري أسين أكثر نوز